الخطة الفاعلة تستطيع من خلالها أنك تقنع المستثمرين لازم كذلك تقديم هذه الخطة يعتبر من ضمن أساسيات قوتك في تقديمها أن تكون قصيرة تتيح له قراءة بالشكل المناسب شرح التفاصيل لا تستلزم وإنما تضع له فرصة في عملية تطلع عليها لاحقا مهارات الإدارة ترتبط قدرات الإدارية بإصحاب المنشأة ذوي الخبرات السابقة كما أن المستثمرين يفضلونهم بالإضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن صفات صاحب المنشأة مثل قدرة على الاحتمال والتحمل المعرفة بالسوق المستهدف القدرة على معالجات المخاطر هي المحدات أنها هي لقراءة تمويل النشاط فكلما بدأت تقنع المستثمرين بأنه عندك معرفة بالسوق المستهدف بجميع تفصيلاته عندك مقدرة لمعالجة أي مخاطر قد تقى فيها كذلك عندك مقدرة لإقناعهم بعملية تقرير التمويل وهذا يعتبر من ضمن مهارات الإدارة ومهارات رائد الأعمال معدل العائد عن مشروع ركز في خط الأعمال على مجالين وهما وصف المنتجات ووصف الجانب المالي فكلما وصفت المنتجات بشكل دقيق وبشكل واضح وكلما وصفت الجانب المالي بشكل أكثر دقة فمعظم رواد الأعمال يصفون المنتج ويبالغون في ذلك بحكم معرفتهم به لكن يجب الأخذ منظور العميد أن يكونوا إتجاه رائد الأعمال موجها ليس نحو المنتج فقط بل نحو الفائدة التي يقدمها المنتج العملاء خلاصة هذا الأمر أنه كلما بدأت تقدم المشروع أو خطة الفاعلة للأعمال لازم يكون عندك نقطتين أساسيتين وصف المنتجات وصف الجانب المالي وصف المنتجات بمعنى صف منتجاتك بما تراه ولكن لا تبالغ وكذلك صف الجانب المالي من حيث الربحية من حيث المقدرة على التحقيق للأرباح خذ في عين الاعتبار كذلك كيفية العملاء وإقناعهم والوصول لهم لذلك تجد أن كلما كانت الخطة فاعلة كلما امتلكت تقديم الخطة كيف تقدمها ما هي المهارات التي لا بد من امتلاكها كذلك الجانبين المهمين من حيث وصف المنتج ومن حيث وصف الجانب المالي كذلك لا بد أن يكون واضح حتى تستطيع أن تقدم الخطة بشكل فاعل وكفو في عملية الإقناع اشتركوا في القناة